قلينا نتكلم شوية عن الصعوبات اللي ممكن تكون وجهتك في بداية مشوارك ككتبة بشكل عام وكمان الصعوبات اللي وجهتك في سردب أسر البرون أنا كان بالنسبالي الصعوبة في أني ألاقي مروه لأن أنا ابتديت بكتاب ساخر وكان عدة مقالات سخرة وبعدين انتقلت لأدب الرحلات وتكلمت عن تجربتي كمضيفة جوية وإزاي الكواليس الضيافة الجوية والحاجات اللي محدش بيشوفها يعني مش بس أن هي بنت شكلها حلو وبتسافر ومبسوط بزبط والوحدة والألم والمرض والحاجات كتير والمواقف اللي ممكن تكون بتتحطي فيها والظروف اللي لازم تتواجد فيها وتحاول تنقذها وهي احتمال تكون هي شخصين محتاجة حد ينقذها شكرا وبعدين لما بدأت باعك خلاص أنا وقفة على أرض صلبة بدأت أكتب هنا كان لازم ألاقي مروى جوهر فلما كانت يحدث ليلا في الغرفة المغلقة وللمفرقة كان فيه أصلا رواية تانية مكتوبة كان فيه حاجة تانية مكتوبة وكنت في دار النشر عارفة قصة كده بسيطة بس اللي هو البرينتر بازت على العقد فحكيت لهم يعني أو تترقنا ليحدث ليلا فحكيت لهم فقالوا لي دي أحسن فهي عارفة اللي هو كان مقدر لها إن هي تطلع فهل مروى جوهر بقى أنا بحب الرعب كقارئة أو كمتفرجة وكل حاجة فسع المرة وجوهر بتحب كتابة الرعب كان لازم أدور على نفسي فلقيت أن أنا آه أنا بحبه جدا ومخزوني فعلا زي ما أنت قلتي عالي جدا فيه وبدأت أسترسل وكان بقى النقل من الرعب بالتاريخي أو مش هسميه نقل لأن أنا مش هبطة لكتب رعب وبرضو مش هبطة لكتب تاريخ بس كانت بعد جمهور رعب 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 لثلاث روايات متواصلة وبعدين تعالي عمارة أل داود فكنت متخوفة جدا لكن الحمد لله استقتب جمهور مختلف وجمهور الرعب أراه فحبه فده مكت داف دا هي دي كانت الصعوبة بالنسبالي لحد النهاردة يعني علشان ألاقي فكرة جديدة والناس هتحبها وتكون أنا أنا شخصيا حباها وراضي عنها ده بالنسبالي التحدي أكيد أكيد وأنتي قد التحدي إن شاء الله تقداري دايما تكملي ترجمة نانسي قنقر